موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نسخة أحبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها في العنو الناطق باسم الحكومة يقول يقول إن النشيد الوطني الحالي يفتقد سنداً قانونية وإن الأحداث تثبت أنه لم يعتمد كنشيد موسيقى وزير شبابي والرياضة يقول إن الدولة أنفقت المليارات في البنى التحتية وإن الملاعب شهدت بالولايات وكبريات المقاطعات موسيقى الرئيس النيجري يلغي أول اجتماع للحكومة منذ عودة من رحلته العلاجية وسط تجدد الجدل بشأن وضعه الصحي أهلاً بكم إلى تفاصيل النسرة قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين الشيخ رئيس اللجنة الوطنية المكلفة باقتراح نشيد وطني إن اللجنة موكلة إليها معايير الاختيار ولها الحرية التامة في حدود ثوابت الوطنية مضيفاً أن الرئيس الموريتاني أوصل نجنة بالاحتفاظ بالآية التي في النشيد الحالي أو إضافة آية أخرى اللجنة مطالب منها أنها تختار نشيد جديد وأن هذا النشيد طبعاً ينبغي أن تراعى فيه الثوابت ومعايير الأناشيد الوطنية اللي هي الحماس وحب الوطن والثوابت والاقتبار بالوطن والدين ورئيس الجمهورية مثل ما قلتكم أوصى هذه اللجنة أنها تحتفظ بتلك الآية أو بآية أخرى من القرآن لأن في فترة من الفترات ميز النشيد الموريتاني لدى البعض أو النشيد الذي كانت تتبنى الموريتاني بالطريقة التي ستعرفه ميز وأنه فيها آية فرئيس الجمهورية أراد أن تلك الميزة تظل مرتبطة بالنشيد الموريتاني وقال أول الشيخ خلال مؤتمر صحفي لتعليق على اجتماع مجلس الوزراء إنه ليس هناك مستند قانوني أو مرسوم يقول باعتماد كلمات النشيد الحالي كنشيد وطني مضيفا أن الأحداث التاريخية تقول إنها لم تعتمد كنشيد وطني وإن كانت هذه الكلمات لم يثبت أنها اعتمدت كنشيد وطني ليس هناك مستند قانوني وليس هناك مرسوم يقول إنها اعتمدت كنشيد وطني بل إن الأحداث التاريخية تثبت أنها لم تعتمد لأنه في سنة 1977 شكلت لجنة وموجودة هنا في الأرشيف وموجودة أيضا إعلانها في جريد الشعب برئاسة الوزير أنذاك عبدالله واللبيع بعضوية كل من الخليل النحوي ومحمد سالمو العدود ومحمد دون السيد لجنة اللجنة لوضع نشيد وطني مضيفا أن اللجنة تكمل أن اللجنة لم تكمل عملها بفعل الانقلاب الذي حصل وهو ما يؤشر وفقه للشيخ على أنه لم يكن هناك نشيد وطني معتمد متحديثا عن أقوال بعض الباحثين في هذا الصدد وفعلا التقيت بالخليل النحوي كعضو في اللجنة لأنه لا زال موجود من بين هذه الأعضاء وسألت عن عوائق عملهم قال أنهم لما طرحوا مسابقة تلقوا سبعين نصا وأنهم عندما فرزوا هذه النصوص وجدوا أن بعضها لا يمكن تلحين على إقاع الموسيقى التي هي العزف البطني وأن بعضها أيضا يسمي رئيس الجمهورية أنذاك والحزب وهم أرادوا في النشيد أن يكون مرتبطا بالشعب والدولة وليس مرتبطا بالشخص ولا بحزب وأنهم بعد ذلك طرحوا مسابقة ثانية واقترحوا فيها بحور معينة أربع بحور وخمس يمكن تلحينها بسهولة على الموسيقى التي أصلا وضعها فرنسي من أصل روسي أيضا فبعد ذلك جاءت قضية الانقلاب فلم تتمكن اللجنة من استكمال عملها إذن هذا الدليل على أن لم يكن هناك نشيد وطني مهتمد بل إن فيها أحد الباحثين ذكر أنه لم يذكر كنشيد إلا في سنة 82 تقريبا في أحد الكتب المدرسية وأنهم كانوا قبل ذلك في ثلاث نشيد كلها أحيانا واحد الآن الذي عنده الشيش يعني هناك ثلاث منظومات أو قطع منظومة تقرأ مع العز صدق مجلس الوزراء خلال اجتماعي الخميس على اتفاقية قارض موقعة يوليو 2017 بين موريتانيا والصندق العربي للنماء الاقتصادي والاجتماعي تتعلق بتزويد مدينتين العيون وجيغني بالماء شرب قال وزير الاقتصادي والمالي المختار للجاي تعليقا على الاتفاقية إن المشروع يدخل في إطار السعي إلى توفير الماء شرب لمختلف المدن الموريتانية مصادقة على اتفاقية قارض موقعة بتاريخ 10 يوليو 2017 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق العربي للماء الاقتصادي والاجتماعي هذه الاتفاقية متعلقة بتزويد مدينتين العيون وجيغني بالمياه الصالحة للشرب والقرى المجاورة انطلاقا من مدينة تنبتغى اللي لا يوصلها لمن شاء الله تعالى قريبا من مشروع الكبير مشروع الظهر توسعت المدن والقرى المستفيدة من هذا المشروع هي حلقة من مشروع كبير تاجه فخامة رئيس الجمهورية حكومته من أجل الموريتانيين كاملين أنهم تعود عندهم الماء الماء الصالح للشرب لأنه هو مصدر كل حياته لأن غالبية مدنة تأسد ما نقبضه بعين لاعتبار وجود مخزونات مائية كافية لتغطية الحاجات خصوصا مع الزمن تطورها مع الزمن ألغى الرئيس النجري محمد بخاري أول اجتماع وزاري أسبوعي منذ عودته من لندن حيث أمضى أزيد من ثلاثة شهر يتلقى الإعلاج من مرض لم يفصح عن طبيعته وتثير الوضعية الصحية لبخاري البالغ من العمر أربعة وسبعين عاما جدلا متزايدا في الوسطين السياسي والإعلامي بنجريا نتابع تفاصيل في التقرير التالي الرئيس النجري محمد بخاري يلغي أول اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء منذ عودته إلى البلاد بعد رحلة علاج قادته إلى لندن حيث أمضى أزيد من ثلاثة أشهر وقال بيان مقتضب صادر عن الرئاسة إن بخاري منشغل عن مجلس الوزراء في تقرير تلقاه حول التحقيق في قضايا فساد وكان بخاري قد التقى الثلذاء عددا من القادة الأمنيين في البلاد حثهم على التصدي لما وصفها أعمال العنف الإتنية والانفصالية التي تعاني منها البلاد وقد ألقى الرئيس بخاري خطابا وجهه إلى النجريين بعد يومين من عودته للبلاد ركز فيه على مواصلة الحرب على الإرهاب والجريمة وحث على وحدة المجتمع وانسجامه فيما تحاشى الحديث عن وضعه الصحي ولا يزال الوضع الصحي لبخاري البالغ من العمر 74 سنة يدير الجدل في الوسطين السياسي والإعلامي في البلاد حيث تتحدث بعض الصحف الإخبارية النجرية عن أن الرئيس يدير البلاد من منزله بعيدا عن المكتب بسبب وضعه الصحي وكان متظاهرون قد خرجوا في مسيرات بالعاصمتين أبوجا ولندن قبل أيام دع المشاركون فيها الرئيس بخاري إلى العودة للبلاد واستئناف عمله أو تقديم استقالته من الرئاسة وقبل ذلك كان بعض الساسة قد دعوه إلى الاستقالة لأن وضعه الصحي لم يعود يسمح له بمزاولة مهامه الرئاسية وقد سافر بخاري إلى لندن ثلاث مرات على الأقل واستغرقت رحلاته العلاجية حتى الآن أزيد من خمسة أشهر انتقد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي سياسة المملكة المغربية معتبرا إياها تشكل خطرا على المنطقة وتهدد أمنها واقتصادها وضع غالي في ختام دورة ثامدة للجامعة الصيفية للأطر الصحراوية أن المغربة تنتهك القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي خصوصا منه المتعلق بمسألة الحدود تفاصيل في هذا التقرير حمل الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي بشدة على المملكة المغربية معتبرا أنها تشكل خطرا محدقا بالمنطقة والعالم نتيجة لسياستها القائمة على ما أسماه التوسع والعدوان وقال الرئيس الصحراوي في خطاب نلقاه في ختام أعمال الدورة الثامنة للجامعة الصيفية للأطر الصحراوية المنظمة بمدينة بومرداس بالجزائر إن المغرب أصبح مصطر تهديد أمني واقتصادي واجتماعي لشعوب وبلدان المنطقة بعدما بات يشكل أكبر منتج ومصدر لمخدر القنب الهندي التي تمثل عاملا حاسما في دعم وتمويل وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية على حد تعبيره وأضاف أن المملكة المغربية تمارس انتهاكا صارخا للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وخاصة مبدأ الحدود الموروذة غادات الاستقلال باحتلالها لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية مذكرا في الوقت ذاته أن الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان وطالب غالي الاتحاد الإفريقي بتحمل مسؤوليته واتخاذ كل الخطوات والإجراءات اللازمة لوضع حد للخرق المغربي للقانون التأسيسي للاتحاد والعمل مع الجمهورية الصحراوية والمغرب لإنهاء ما دعاها آخر مظاهر الاستعمار في القارة الإفريقية وفي السياق ذاته دعا غالي الأمم المتحدة إلى تطبيق خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 91-900-1000 القاضية بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي معبرا عن أمله في أن يكون استلام الرئيس الألماني الأسبق هورسيد كولر لمهامه كبنبعوذ شخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية فرصة مواتية للتعجيل بتنفيذ تلك المهمة ولم يفوت الرئيس الصحراوي الفرصة ليذكر إسبانيا بمسؤوليتها عن مستعمرتها الصحراء الغربية مؤكدا أنها مسؤولية ستبقى قائمة ما لم ينتهي النزاع بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال كما نبه الرئيس غالي فرنسا إلى ضرورة أن تنسجم مواقفها مع مكانتها كمهد للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع مسؤوليتها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي عن تحقيق الأمن والعدالة والسلام والاستقرار واحترام الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني في المنطقة قال وزير الشباب والرياضة محمد الجبرير إن الولايات الموريتانية اكتملت فيها الملاعب وكذا المقاطعات الكبرى وإن الدولة بصدد بناء ملاعب بالبلديات وأضاف جبرير خلال مؤتمر صحافي بنواقش للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء أن الدولة أنفقت المليارات في البنى التحتية الرياضية فيما يخص الملاعب في الداخل نختار نقول بأن طبعاً الولايات كتملت فيها الملاعب وبعض المقاطعات الكبرى كيف تبقى يعني غير عندنا برنامج آخر قالوا بنيدل واللي بناء الكثير من الملاعب ما هو فقط قاع في المقاطعات وإنما في البلديات واللي مكن من بناء الكثير من الملاعب البلدية في البلديات الريفية ولا يعود هذا إضافة كبيرة إذن الدولة ابنات ملاعب في الولايات وفي المقاطعات غير ملي حتى وصلت لمستوى البلديات إذن القضية قضية برنامج مستمر لذي البنى التحتية اللي كما تعرفوا ما كان عندنا يكون استاد شيخة والله استاد ملأ مركب ملعب الأولوبي إذن ذا إضافة قوية ومليارات من الفضل تفقدت في هذه البنى التحتية اللي عاتوا اليوم موجودة نخطينا نقول لكم بأن ليلو شهر لعبنا مباراة دولية من الداخل في الزويرات وهذا كان حلم عند الرياضيين وعند الموليتانيين كاملين وبأن هذا ما كان يقدي أخلق لولا سياسة اللي ما هم اليوم اللي من مجيب الخامة رئيسة الجمهورية تخمم في الطريقة اللي يرفع بها الرياضة إلى الشأن الفلسطيني حيث وجهت النيابة العامة بحيث ثلاث تهم للشيخ رايد صلاح رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني المحتلة حيث اعتقلته سلطات الاحتلال مجددا منذ عشرات أيام وحسب صحف عبرية فإن النيابة وجهت لشيخ رايد صلاح تهم التحريض على العنف والإرهاب ودعم تنظيم غير قانوني نتابع ذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية أن النيابة العامة في لواء حيفا قدمت ثلاث تهم للشيخ رايد صلاح المعتقل منذ حوالي عشرة أيام وقالت الصحيفة إن النيابة العامة الإسرائيلية قدمت تهم التحريض على العنف والإرهاب ودعم تنظيم غير قانوني وكانت المحكمة قد مدتت اعتقال الشيخ رايد صلاح لأكثر من مرة بعد أن اعتقلته متصف الشهر الجاري من منزله بأم الفحم في الداخل المحتل وقال الشيخ رايد صلاح لحظة دخوله إلى قاعة المحكمة في الجرسة السابقة أنا أحاكم على مبادئ الإسلام ومبادئ القرآن ونحن على ثوابتنا ومبادئنا إن شاء الله وفي ذات السياق قال الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل عقب توجيه نيابة الاحتلال لوائح اتهام بحق الشيخ رايد صلاح إن قضية الشيخ رايد هي قضية شعب آمن بحقه في مقدساته بالمسجد الأقصى المبارك وأضاف الخطيب في حديث خاص لبكالة الشهاب إن نتنياهو لن يجد في الشيخ رايد إلا صخرة ستتحطم عليها كل أمنيات الاحتلال ولفت إلى أن محاكمة الاحتلال للشيخ رايد تأتي بعد حملة تحريض قادتها المؤسسة الإسرائيلية ووقفت وراءها ماكينة الإعلام الإسرائيلية وأوضح أنه عندما لوح وزير حرب الاحتلال لبيرمان باستخدام الاعتقالات الإدارية ولوح الوزير الإسرائيلي إسرائيل كاتس بنفي الشيخ رايد فإن ذلك كله ينم على أن هناك خطوات قادمة ضد قيادات الداخل المحتل ينتقد سكان مدينة كنكوسة انتشار الأوساخ في الأماكن العامة بالمدينة ويدعون الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولية اتجاه ذلك وتقوم بعض الجمعيات الشبابية في المدينة بحاملات تضوعية للإسام في إزالة الأوساخ غير أنها تعاني من ضعف الوسائل والمعدات الأوساخ المنتشرة في مقاطعة كنكوسة أخذت حيزا كبيرا أعطى صورة شوهت واجهة المدينة حيث إنها انتشرت في الساحات والأسواق والمدارس إما جعل جل ساكنة المقاطعة يضيقون ذرعا بكثرتها خاصة حول المدارس والله نحن مقاطعتنا طبعنا مقاطعة كنكوسة هذه والله مقاطعة مهمة عندنا حتى ونبقوها مولي نبقوها مولي تعود متقدمة حتى إلى حد بعيد ولكن المشكلة الأساسية عندها الشي نقال له النوافة هذه الشي نقال له النوافة تكاد تعدم فيها لا تود قريبة من تود قعمية موجودة فيها ذا الأوساخ الله الذي ضرب البيئة ومشيين حقيقة المظهرة في المقاطعة والجهات المعنية ما قامت بشيء من أجل كانت تقلع عن ذا الأوساخ ومضيئ عن يلين ما هو شوي مضر منه حتى حيوانا عادي يموت بهذا الأوساخ والشاشر مرضى كاملين والناس كاملة مرضى بهذا الأوساخ ولا يقعد حد يتلفز بهذا الأوساخ منتشرف كده بلغة أصحاب المدينة سكان مقاطعة كنكوسة هو إن اختار بعضهم الصمتة تجاه هذه الظاهرة فذلك الاعتقاده أن الكلام لا يسمن ولا يظني من جوء عازين هذا الأمر إلى المشاكل الأخرى التي تطبع المقاطعة بطبيعي النسيان والحرمان والذين يمنع عنها من الوجه الحضاري والمدني الذي تتوق له ساكنة كنكوسة إذن هي ظاهرة في الحقيقة راجعين من الدولة عنها تقوم فيها وعنها تقبل فيها مبادرة عجلانة ودائما تقبل مبادرات يقير يعودوا ما هم خالقين تمسح النهار والذنين مساحة عادية وتخلي بالي تهناتي وتخلي الأوساخ داخل المدينة ما تنقلها لذلك نحن نطالب عن مدينة كنكوسة عنها تنصق الشوارعها وعنها تنصق الأماكن التي تعود خلف البنيانات التي لا تقبض البلدية وتلايمها عن الشارع وتجعلها اللورة ولذلك يتم ضررها قائم ويتم وجودها غير حضاري الأوساخ والله مضر من المقاطعة صراحة حقيقة وحكم يذكر أنه في وقت سابق سعت مبادرات شبابية عدة إلى تنظيف عدة مراكز عامة رغم ضعف المعدات والحاجيات الضرورية التي من شأنها أن تجعل عملية جمع القمامة سلسة وفعالة نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها الناطق باسم الحكومة يقول إن النشيد الوطني الحالي يفتقد سندا قانونية وإن الأحداث تثبت أنه لم يعتمد كنشيد وزير شبابي والرياضة يقول إن الدولة أنفقت المليارات في البنى التحتية وإن الملاعب شهدت بالولايات وكبريات المقاطعات الرئيس النيجري يلغي أول اجتماع للحكومة منذ عودة من رحلة العلاجية وسط تجدد الجدل بشأن وضعه الصحيح يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشراتي وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الضائرة على الشاشة الثانية مجهز إخباري بحولنا تحية لكم أينما كنتم السلام عليكم